لمنتج ما طبعا تصميم خطوط التجميع هناك بعض الاعتبارات التي يجب أن تأخذ بكرة أساسية عنها أولا خطوط التجميع اعتمادا على خطة الانتاج واعتمادا على تنوع المنتج يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أنواع البعض منها اللي هو single model line يعني خط انتاجي مصمم لانتاج منتج واحد فقط خط انتاجي مكسد model line المصمم لأكثر من نوع أو منتج ملتي موديل line يعني الخط الانتاجي المصمم لعدد من المنتجات ولكن الاختلاف مثل ما تشوفون بالصورة single model يعني موديل واحد فقط لا يتغير نفس الموديل من المنتج نفس التصميم نفس الأبعاد نفس الشكل نفس الشكل اثنيا مكسد model يعني أنواع مختلفة من المنتجات يمكن تجمعها على خط التجميع هذا ثلاثة الملتي موديل الملتي موديل عادة يعني أيضا مختلف أنواع الموديلات يتم تجميعها على هذا المنتج ولكن ما ناتي اختلاف الاختلاف أنه الملتي موديل أنه في كل مرة يكون عندنا فدوجبة معينة يتم انتاجها على خطوط التجميع هذه بالتالي تشوفون مثلا لفترة معينة هو يتم انتاج منتج معين المنتج الأول المنتج الثاني أو المنتج الثالث أو خط التجميع نفسه هذا أنه بمثلا محطات العمل الأولى والثانية والثالث والرابعة هي مخصصة لمنتج ما ومحطات العمل مثلا الخامسة والسادسة والثامنة من الأربع على الثمانية هي المنتج آخر وهكذا إذن نلاحظ أنه خط التجميع بالما معناه مقسم إلى عدة مراحل هذه المراحل يتم من خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كل مرحلة هي مهيئة ومخصصة لتزميع منتج معين طبعا أهم شيء بخطوط التجميع عادة هو تكون الموازنة مالتها يعني في العادة خط تجميع حسنا ورجعنا يفترض أنه تكون كل واحدة من محطات العمل هذني أنه تمتلك قدر متساوي أو على المقارب من الوقت يعني من وقت مثلا وقت العمل مثلا أول محطة مثلا بها 10 دقائق الثانية 10 دقائق الثالث 9 دقائق الثالث 8 دقائق 15 دقائق وهكذا يعني ما يكون ذاكي الفرق بالتالي راح نحسب أنه الخط الإنتاجي أنه يعتمد على الساكل تايم اللي هو عند أعلى الساكل تايم موجود فلازم تكون عندنا موازنة الموازنة أنه المزع المهام على محطات العمل بحيث كل محطة عمل هي تأخذ نفس المقدار من الوقت يعني بالانسينج بالانسينج للأسهم للآن الخط التجميع هو فتخط بحيث يمكن تقسيم المهام التجميعية توزيعها على محطات العمل بحيث تكون هذه المحطات لها نفس مقدار الوقت من العمل أو نفس المقدار من الوقت زين هذا الشيء كل مهم ليش حتى أولا نقلل الوقت اللي الآية التام الوقت اللي العامل يكون ما عنده بعمل يعني لا يمكن مثلا أنه تكون وحطة عمل نضع عليها عامل عنده مثلا الجو بينتي بخمس دقائق والأخرى بينها بينت بخمس دقيقة والثالثة بينها بينت بخمس دقائق بالتالي يكون العامل الأول عنده خلال دورة العمل استراح خمس دقائق والثانية عدة أو هذا بالخمس دقائق عدة انتظار لمدة عشر دقائق إذن هناك توزيع غير متعادل لجهود العاملين على مدار خط التجميع بالتالي يجب القضاء على هذا تقليل الحقيقة أو إلى أبعد حد ممكن لغرض زيادة الإنتاجية ولغرض زيادة حننسمي استخدام العامل في العملية الإنتاجية إذا تلاحظون مثلا الرسم هذا اللي عنده حس تشوفون هذه محطات العمل محطة هذه و المحطة أكو فرق بين آتهم فرق شبير جدا وأيضا هذه المحطة اللي رقمها 300 مقارنة بالمحطة اللي رقمها 400 تشوفون أكو وقت فراغ يعني وقت ديفرنس بين ديفرنس في حين هذا الشكل الثاني الآخر اللي بصف ولا يختلف عدكم وتشوفون أنه محطات العمل هذه تكاد تكون تحمل نفس محتويات العمل بالتصاميم مع الخطوط التجميع دائما ينصب الجهد أنه تكون كل الخطوات باتجاه أنه تكون محطات التجميع هذه ومحطات العمل تمتلك نفس المقدار من العمل وبالتالي نفس المقدار من الوقت المعد لإنجازه وهذا من شيئنا طبعا أنه يزيد الإنتاجية ومن نفس الوقت يقل للضياعات زين طرق كثيرة تستخدم الموازنة أحيانا تكون مثلا محطة العمل هذه تكون بها أكثر من مكينة بحيث تقلل مثلا 15 دقيقة إلى 10 دقائق أو أنه نزيد المهارة مال العامل بحيث تكون عامل سريع بعملية التجميع لغرض تقليل الوقت وبنفس الوقت يعني ينصب الجهد على تقليل الكلفة لأقل مدى ممكن بزيادة الإنتاجية بعض المصطلحات المتداولة بخطوة التجميع منها ما يتصل بالقضايا التصميمية اللي هي مثلا البوتلنيك هذه البوتلنيك يعني الاختناق أو الحاكمة أو يعني المتحكمة البوتلنيك محطة العمل الخانقة أو الحاكمة أو شي سمه حنق الزجاجة البوتلنيك هي محطة في العادة تكون متحكمة بالخط الإنتاجي بشكل كابل وهي تدفع إلى إبطاء العملية الإنتاجية الموجودة على الخط التجميع اللي لم يكن إيقافه هذه العملية هي المتحكمة بالمخرجات الخاصة بالعملية التصنيعية مثلا عدنا خمس محطات عمل وإذا أكو وحدة مثلا ثلاثين ثانية تستغل بها العمل الظرف فرح يعني أنه المحطة العمل هذه أمو الواحد الثلاثين دقيقة ونص هي المتحكمة في كل الخط الإنتاجي يعني مثلا إحنا عدنا خمس محطات عمل كل وحدة مثلا عدها دقيقة دقيقة معناها الدورة الإنتاجية أنه يطلع عدنا منتج كل خمس دقيقة 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 لو افترضنا كل خمس دقائق معناها ستين تقسيم خمسة يعني يطلع يطلع اثنى عشر منتج بالدقيقة لو أكو وحدة كانت دقيقتين زين في هذه الحالة راح تكون هي هذه المتحكمة الخانقة وبالتالي راح يكون عدنا ستين في ستة راح تكون عدنا عشرة وخير تخط الانتاج أيضا تسمونها بالسيستم لوس السيستم لوس هو أنه مثلا العامل يحتاج إلى وقت لإنجاز بعض الأعمال وهذا تعتمد على المهارة اللي موجودة لدى العامل إذا كان عامل ماهر جدا أو إذا كان عامل المهارة مالتة متدنية بالتأكيد راح تتحكم وهذا الأمر يظهر بشكل واضح وجلي في خطوط التجميع اليدوية ولذلك هناك كثير من البحوث الصناعية الآن أو المتداولة وأيضا بالمحاكاة وهي أنه إعادة تصميم خطة محطة العمل بحيث تكون كل المواد التي يحتاجها العامل أو المحطة قريبة وفي المتناول ومما يقلل الوقت اللازم لإنتاج العمل الآن بعض المصطلحات المستخدمة اللي هي نشوف المحددات الوقت بخطوط التجميعية الـ الـ هو الوقت المحدد لبدء ونهاية عملية عنده محطة عمل واحد مثلا عملية خلننقول إضافة عدد من البراغي أو النتات إلى مثلا باب أحد السيارات هذه العملية تستغرق خمس دقائق إذن هذا يسمونه الـ هو الوقت المحدد لبدء ونهاية عملية عنده محطة معينة ويطلق عليه وقت العملية السايكل تايم هو الوقت المقاس عنده أول محطة إلى أن تكمل تلك المحطة إلى أن يكمل ذلك العمل يعني هو التايم مقاس من أول حركة للقطعة المراد إنتاجها إلى محطة معينة إلى أن تكمل كل العمليات المطلوبة لتلك القطعة يعني من البداية للنهاية من أول محطة إلى آخر محطة هذا يسمونه السايكل تايم التاك تايم هو الوقت اللي تبقى به تاك تايم هو الوقت اللي تبقى به القطعة عند المحطة التاك تايم يختلف عن أوبريشن تايم لأنه مثلا جوز المحطة العمل مثلا أنه العامل يصير عده أكثر من قطعة فالقطعة تنتظر بأن ما يشتغل قطعة أو قطعتين يالله يجيها السرة فالتاك تايم هو الوقت اللي تبقى به القطعة عند محطة العمل اللي تشمل طبعا بهذه الحالة راح تشمل عدة راح تشمل عدة الوقت اللي تنتظر ووقت العملية زين هذا الوقت اللي تنتظر هي ما هو هذا نسميه الـ هذا هذا سميه الفرق بين السايك تايم والتاك تايم الـ الـ هو تايم ناقصا السايك تايم إذن عندنا integration تايم هو وقت العملية سايك تايم هو الوقت الكل من البدال للنهاية التاك تايم هو الوقت اللي تبقى به القطعة عند محطة العمل لغرض تجميعها بس هذا شي يضم يضم الوقت الانتظار ووقت العملية الآيدل تايم هو الوقت اللي باقي به القطعة دون أن تحضع لأي معانية مجرد تنتظر الثروب التايم هو الوقت اللي يساوي كل العمل مضافا إلى الوقت الكل والوقت الانتظار اللي عند خطة تجميع يعني هذا الكل اللي هو يشمل الآيدل تايم وسائكل تايم وغير هذا اللي المجموعة ومجموعة الأوقات اللي دائما نتحدث واللي ترح تجدونها بخطة تجميع الشيء الثاني الاسمليل لاين المكونات مال خطة تجميع عندنا الرئيسيات الورك ستيشن محطة العمل محطة العمل هي فدموكان أو قسم موجودة بالخط التجميعي واللي يتم إنجاز قسم من هذا العمل به يجوز تكون طاولة يجوز تكون مركينة طبعاً عدها أبعاد وبيها مكائن وبيها مواد وبيها عدد وبيها مثبتات وبيها عامل يحتاج يوقف عليها حتى ينجز العملية المسندة إليه إذن محطة العمل محطة العمل هي عبارة عن قسم أو بكان في الخط التجميعي حيث أن هناك عمل محدد يجب أن يتم إنجازه محطة العمل هذه تتصمم بكون إنه إليه إليه فحيس تحت الحيس مكان وعادة تكون مجهزة ربما تكون بها مكان وربما تكون بها مواد وبيها عدد وبيها مثبتات وبيها عمال أو عامل وضعه في تلك المحطة لغرض إنجاز عمل معين زين العامل الجزء الثاني ووركستيشن عندنا أوبريتر اللي هو العامل أو الوركر هذا هو عبارة عن شخص كلف بمهمة إنجاز عمل معين في الخط التجميعي أو عند تلك المحطة الأوبريتر هو عبارة عن شخص كلف مهمة أو مهمته هي إنجاز عمل معين أو مهمة في الخط التجميعي أو في المحطة هو هذا ما يسمى الأوبريتر زين الشيء الثالث أدوات المناقلة المتيريال يعني تدفق المواد تدفق المواد هو وصف لعملية مستمرة من عمليات نقل المواد الأولية والمكونات والأجزاء إلى الخط التجميعي من مصادرها مثلاً اللي هي المكانات الويرهاوس المشتريات المجهزين وغيرها هذه المنسبة المتيريال في العادة محطات العمل التجميعية عادة ترتبط مع بعضها البعض بواسطة كونفير أحزم ناقلة أو من خلال المعدات مناقلة يدوية إذا كانت عمليات تجميع تجدت عمليات تجميع غير تجميع